السلام عليكم متابعي قناة مرر كرة مرحبا بكم في فيديو جديد حسب موقع مجلة تونس فان مجلس ادارة نادي اهلي جدة السعودي يتجه الى اجراء غربلة تتصل بعناصره الاجنبية مع نهاية التحذيرات وانتلاق الموسم الجديد في دور الدرجة الاولى السعودي وثبت وفق اخر التسريبات ان مدرب الاهلي طالب بالتخلي عن الثنين السابق للترجل الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري فرانكوم ويوسف العبدالي للمغادرة بالتفويت النهائي او الاعارة حسب العروض المتوفرة وحسب موقع اخبار الترجي فان المدرب نبيل معلول قام من معينة حالة استعدادات لعيبيه اثناء اختبار عناصر معينة في مراكز مختلفة مثل الفيل الافواري فوسينيكو ليبالي الذي تم معينته في محور الدفاع نظرا لوجود اكثر من اللاعب في خط الوسط والذي يتكون من الرباعي غيلان شعلالي معتزة دام ومحمد علي بالرمضان اضافة الى المغربي صابر بو جرين ونزف لكم خبر عودة بالرمضان الى التمارين يوم البارحة في الحديقة بي شكرا على المشاهدة لا تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بيش توصلكم الاخبار الحصرية